السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بغارات النهاردة ان شاء الله هنعمل لامة القاضي هنعملها بطريقة سهلة جدا زي ما بقولوا عليها السهل الممتنع بالرغم من سهولة العجينة وطريقتها الا ان الكتير بيشتكي انها ما بتطلعش معاها مصبوطة اما الشكل بتاعها ما بكونش منتظم او بتكون طرية او بتكون شربزية النهاردة ان شاء الله هقولك ازاي تتفادل كل الاخطاء دي وتعمليها بطريقة سهلة وجميلة ومقرمشة وهشة وفي نفس الوقت مش شربزية هنبدأ بسم الله ونشوف معانا مكونات العجينة اه معايا كوباية ونصف مية ومعلاقة كبيرة سكر ومعلاقة كبيرة خميرة بنبدأ في البداية بكوباية مية في الاول بنقلب فيها الخمية الرعا والسكر وبنسبهم معايا جنب ومعايا المكونات الجفة ربعمل جرام دقيق ونصف معلاقة صغيرة ملح بنصف معلاقة صغيرة فانيليا ومعلاقة صغيرة مليانة بكينج بودر ومعلاقة من الحليب البودر وثلاث معالق كبار نشا وثلاث معالق كبار زيت بنقلب المكونات كلها مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده وبعدين بنزل بالمية بالتدريج حاول ما تحطش المية مرة واحدة علشان عايزين العجينة بتاعتنا يبقى لها عرق وعشان تعمل عرق لازم تعامليها كأنك بتعملي عجينة عيش او عجينة اي معجنات فهنعجنها بالتدريج حنحط المية بالتدريج علشان العجينة تعمل معنا عرق انا بدأت في البداية بكبات مية دافية وحطت فيها الخميرة والسكر وحابدى اعجن واحدة واحدة بالشكل اللي انتم شايفينه في الفيديو ده ونص كبات المية الباقية حنستخدمها بالتدريج معلقة معلقة حنحط معلقة المية وحنبدأ نعجل لحد ما العجينة تشربها خالص نبدأ نحط المعلقة التانية وهكذا لحد ما نوصل للقوام اللي انتم هتشوفوه في الفيديو ده بتصبري على العجينة بالطوول لبالي كنت بتعجينيها علشان عايزينها تعمل معنا عرق وهو ده السر اللي بيخلي لقمة القاضي مفرغة من جوة وهشة ومقرمشة وما بنوصل للقوام ده بنطب العجينة كده زي ما انتم شايفه زي ما بنعمل العيش البلدي بنرفع العجينة لفوق بادينا كده وبنرجع نخبطها تاني في الطبق اللي احنا بناجم فيه اكتر من مرة زي ما انتم شايفه في الفيديو كده علشان نشربها كل كمية المية اللي موجودة معنا وحوريك كمان آآ نص كوبات المية التانية آآ تبقى منها تقريبا معلقتين لان انا حسيت ان العجينة كده خلاص مش محتاجة مية تاني وده قوام بتاع العجينة شربت كل المية السائل بتاعتنا وده دي كمية المية اللي اتبقت معنا من الكوبات والنص وبنغطي العجينة وبنسيبها لحد ما تخمر وتضعي في حجمها وبنبدأ نعمل الشربات بتاعنا عشان عزين نستخدمه بارد معي كوباتين مية واربع كوبات سكر ومعلقتين كبار من عصر الجلجوز ومعي حكام فص حبهان وقشر برتقان وعصير نص لمونة حطت السكر والمية وححطهم على النار واه اول ما بيبدأ يغلي بعصر نص لمونة وبتحسبي من بداية الغليان خمس دقايق او سبع دقايق على نار متوسطة وبعد كده بترفعي الشربات وبتبيه يبرد خالص عشان عايزين نستخدمه بارد نيجي بقى لطريقة التشكيل بتاعة اللقمة القاضي بتاعتنا انتشر اليومين دو للطريقة اللي هي بتاعة الازازة بتجيب ازازة مية فاضية وبتخرم الغطى بتاعها بتخرم بحاجة سخنة وبعدين بتعمل فتحة كده تكون واسعة شوية بسكينة وبتحط العجينة فيها اه انا هجرب الطريقة معاكم وحقول لكم على العيوب بتاعتها والمميزات اللي قابلكم ودي العجينة بتاعتنا بعد ما تضعي في حجمها خطوة مهمة برضو بتخبط العجينة كده من الخميرة اللي فيها اه واحسن طريقة تحط فيها العجينة في الازازة بتحط العجينة في كيس وبتطعي كده من الطرف بتاعه وبتفضي العجينة في الازازة وبنسخن الزيت يعني يكون سخونة متغسطة وبتضغطي على العجينة كده اه على الازازة وبتطعي بالمقص وتبل المقص كل مرة في الزيت علشان العجينة ما تلزقش فيه الطريقة اه عجبتني اه والطريقة والكرة بتنزل ممتازمة ما شاء الله بس انصحك لو جيت تستخدمي الازازة هتستخدمي نوعية ازازة تكون طرية شوية ما تبقاش الخمة بتاعتها جمدة عشان تبقى سهلة معاك وانت بتضغطها عليها وكمان تستخدمي اكتر من الازازة تكون مجهزاهم اه لاني الازازة معايا في الدور الاولاني دي اتطبقت وبازت خالص فحستها مش عملية وكمان مش هينفعة تحط في نفس الازازة العجينة تاني انا كملت اه بالامة انا الطريقة اللي انا بعمل بها لامة القاضي بعملها على طول بكس الحلواني والامة اللي هو السادة اللي انتو شايفينه في الفيديو ده او بعملها بأدية بتطلع منتظمة طالما العجينة معاك مزبوطة وقاومها اه مزبوط حتطلع معاك مدورة سواء عملتها بالكيس او بالازازة انا كملت بكس الحلواني زي ما تشايفها سهل واسرع وكمان كس الحلواني ممكن تحط فيه العجينة تاني لو خلصت يعني بيعمل معاك كمية كبيرة شايفين منظر الازازة وكمان اتبقى فيها اه كمية من العجين مش هتعرفت تضغط عليها ولا هتطلع ايها والازازة الطبقت وبازت خالص يعني لازم تكون مجهزة اكتر من الازازة عشان تعملي بها وحوريكم الشكلين في في الفيديو اللي انا عملته بالكس الحلواني وبالازازة شايفين دول هما الاتنين زي بعض مفيش فرق خالص الاثنين مدورين طالما ان العجينة مزبوطة معاك هتطلع معاك مدورة مزبوطة ان شاء الله دول كده الشكلين الشكل اللي انا عملته بالازازة والشكل التاني اللي عملته بالقم على اتنين مفيش فرق خالص لاتنين مدورين ومنتظمين نيجي بقى الموضوع الارمشة لو انت بتحبي لقمة القادي تكون الارمشة بتاعتها متوسطة هتحمريها مرة واحدة بس وحتوزبري عليها وتهدي النار بعد ما بتاخد لون آآ فاتح بتهدي النار شوية وبتحمريها مرة واحدة وبتطلعها بتحطها في الشربات بتاعك لو انت بقى حباها تكون مقرمشة قوي بترجعي بتحمريها دور تاني وبتسخن الزيت مرة تانية وبتحمريها آآ مع التقليب المستمر لحد ما تاخد الارمشة اللي انت عايزاها واللون اللي انت عايزاها وبعد كده بنحطها في الشربات البارد بتاعنا شايفين اقوان بتاع الشربات بعد ما بارد هسمعكم صوت الارمشة ما شاء الله سامعين صوت الارمشة ما ارمشة وهشة وخفيتة بالرغم ان هي مقرمشة وكمان هشة من جوة ومفراغة خالص واهم ميزة بقى ان هي ما شربتش زيت علشان احنا عملنا العجينة مظبوطة وعجلناها كويس وصبرنا عليها وما حطناش المية مرة واحدة وكمان معلقتين اللي احنا حطناهم بيدلها ارمشة جميلة جدا يبقى اهم حاجة في نجاح لقومة القاضي ان انت تعجين العجينة كويس وتخلي قوامها مظبوط ما تبقاش سايبة وما تبقاش طرية قوي علشان تطلع معاك الاشكال منتظمة وبالنسبة للارمشة زي ما قلتلك هتحمريها مرتين وميزة الطريقة دي ان انت ممكن تعمليها اه لو انت هتعمل لها على الفطار تعمل لها من بدري وبتتحمريها نص التحمير زي ما انا قلتلك وبعد كده قبل الفطار بتسخن الزيت تاني وبتنزليها بتبقى معاك جاهزة على طول وكده قولنا كل المميزات وكل الايوب بتاع طريقة الازازة وبالنسبة للعجينة ما شاء الله هشة وجميلة ومقرمشة ومشاربة زيت ان شاء الله الطريقة تنجح معاك بتزينيها بصوص شوكولاتة او صوص كرامل او آآ ترش عليها شوية من جسد الهند او شوية من سكر البدرة ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة واسبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله